أصدرت محكمة في نيويورك حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً على امرأة خطفت طفلة رضيعة قبل 25 عاماً وقامت بتربيتها إلى أن اكتشف أمرها العام الماضي المرأة المدانة وتدعى آن بيتوي قالت في كلمة قبل النطق بالحكم إنها آسفة جداً على ما قامت به أما والد الطفلة فعبر عن الشعور الذي فقده كأب طوال هذه المدة قائلاً عندما فقدت طفلتي طوال هذا الوقت حرمت من ممارسة أشياء كثيرة مثل مرافقتها إلى حافلة المدرسة وحملها إلى السرير والاحتفال بأعياد ميلادها أنا لا أتعاطف إطلاقاً مع الخاطفة الطفلة كارلين كان عمرها 19 يوماً عندما فقدت من سرير المستشفى وعندما أصبحت في الثالثة والعشرين من عمرها وواجهت مشاكل في إثبات شخصيتها بدأت رحلة البحث عن أهلها الحقيقيين كارلين قامت بالاتصال بمركز معلومات عن الأطفال المخطوفين وعرفت بقصة اغتطافها